بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو الاول تناولنا مقدمة وتعريف بالكمبوست وعملية القمر والعوامل المؤثرة في تحلل مكونات المقمورة ورابط الفيديو في خانة الوصف في الاسفل وكان من المقرر ان يكون الكمبوست على ثلاث فيديوهات ولكن لتوضيح الموضوع بشكل اكبر سيزيد عدد الفيديوهات عن ثلاثة ان شاء الله وعموما في هذا الفيديو ان شاء الله سنتناول العوامل التي يجب ان تراعى عند انتاج الكمبوست من هم العوامل التي يجب ان تراعى عند انتاج الكمبوست في جميع الكتب تقريبا والابحاث ان يراعى تنوع المواد الداخلية في عملية القمر وتبينها بحيث تحتوي على مخلفات معاصيل حقلية جافة يتم فرمها او تكسرها بحيث تكون بطول من 7 ل 10 سنتي بالاضافة الى مخلفات خضراء وبقولية ومخلفات الروث الحيواني اذا كان المنتج كومبوست نباتي حيواني وذلك بغرض اعطاء نسبة السي ان الرشي المطلوبة والتي يفضل ان تكون ما بين 30 او 50 كربون الى واحد نيتروجين وهذا الكلام صحيح 100% في حالة توفر هذه المواد بكميات كبيرة وسهولة الحصول عليها وهذا الامر قد يتحقق في مصر ومعظم الدولة العربية بشكل كبير في حالة انتاج كميات محدودة من الكمبوست او انتاج الكمبوست لاستخدام الشخص يعني ممكن توفر المزارع الكبيرة هذه المخلفات او يتحد عدد من المزارعين مع بعضهم البعض لتوفير هذه المخلفات النباتية المتنوعة ولكن في الحالات التجارية يعتبر هذا الامر غير عمل بشكل كبير في معظم الحالات حيث لابد من شروط وهي توفر المادة العضوية النباتية بشكل كبير سهولة الحصول عليها وتكون بسعر مناسب واذا نظرنا للحال في مصر مثلا المتوفر غالبا بيكون أش الأرز وهو يستخدم حاليا على نطاق واسع او مخلفات المصانع مثل مصاصة الكصب في الصعيد او مخلفات مصانع النباتات العطرية مثل العتر في بن السويف وايضا مخلفات بنجر سكر وإن كانت تستخدم في العلف او مخلفات الثمار في مصانع الأغذية بشكل عام كما يتوفر في بعض الدول العربية مثل العراق والجزائر سعف النخيل حيث يجمع ويفرم ويتم عمل القومبوست منه وان شاء الله سيتم ذكر ذلك بشيء من التفصيل في الفيديوهات القادمة وايضا قد يتوفر نشارة الخشف في كثير من الدول العربية بشكل أكبر حيث يسهل الحصول على هذه المخلفات لتركزها في أماكن محددة بخلاف باقي المخلفات النباتية الأخرى ولذا قد تتكون المكمورة من نوع واحد من المخلفات النباتية وإن كان في بعض الحالات هناك بعض المخلفات مثل حطب الظرة والقطن والسمسم ونواتك تقليم الأشجار وبعض عروش النباتات العجبية متوفرة في بعض المناطق في مصر ويمكن التعاقد مع متعهدين لنقل هذه المخلفات وبكميات كبيرة وهناك كومبوست حاليا ينتج من مخلفات المنازل القمامة المنزلية العضوية وهي تجمع بواسطة متعهدين يقوموا بفصل المخلفات العضوية عن باقي المخلفات الأخرى وتوردها لمصانع الكومبوست وهو ينتج حاليا في مصر من خلال بعض الشركات وهذا الموضوع سيحتاج إلى شرح فيما بعد في باقي الفيديوهات حيث ستزيد فيها نسبة الرطوبة بها بدرجة كبيرة بالإضافة إلى عدم تفضيل إضافة بقايا اللحوم والعظام والأغذية الدهنية وذلك لأن تلك المواد جاذبة للفئران وغيرها من الحيوانات الأخرى بالإضافة إلى أن الأغذية الدهنية تعد بطيئة التحلل بدرجة كبيرة نظرا لأن الدهون يمكن أن تشكل حاجزا أمام الأكسجين الذي تحتاجه كائنات الدقيقة التي تقوم بعملية التحلل وطبعا هذا الكمبوست غير السمادة الناتج من المخلفات الأدمية والذي يسمى بودريت أو المعامل بحمض الكابريتيك أو الجبس الناعم ولن يتم ذكر هذا الموضوع في هذه الفيديوهات حيث أنه يستخدم فقط الأشجار الخشبية ولا يتم استخدامه لإنتاج الخضر والفكة وخلافه نظرا لأنه قد يحتوي على مسببات مرضية للإنسان مما يترتب على ذلك من مخاطر على الصحة العامة وهنا لابد أن نوضح أمر ضروري في حالة إن كانت المقمورة تتكون من نوع واحد من المخلفات النباتية فلابد من معرفة محتواها من الـ C-N ratio كما هو واضح في هذا الجدول الاسترشادي اللي أمام حضرتكم حيث يجب في حالة كانت المقمورة مكونة من أشل أرز مثلا والذي يقل فيه نسبة النيتروجين إلى الكربون أن يتم إضافة مصدر للنيتروجين مثل نترات الأمونيوم ممعدل يتراوح من بين 5 إلى 10 كيلو جرام لكل طن من الـ H-E-R-Z وفي حالة استخدام نشاط الخشب وكلف الأشجار ترفع الكمية من نترات الأمونيوم إلى 15 كيلو جرام لكل طن حتى نحصل على C-N ratio المطلوبة ولطبع ممكن تقلل هذه الكمية المضافة من النترات في حالة وضع سبلة الطيور عليها في حالة الرغبة في إنتاج كومبوست نباتي حيوان أما إذا كانت المقمورة مكونة فقط من مخلفات مصانع العطر مثلا أو مصاصة الأصب فقد لا تضاف النترات حيث أن عروش العطر نسبة الـ C-N ratio فيها حوالي 30 نتروجين إلى 1 كربون ومصاصة القصب حوالي 50 إلى 1 وإذا توفرت مواد نباتية خضراء وأخرى جافة يعني الاتنين مع بعض فعند بناء المقمورات ففي هذه الحالة يجب أن تكون الطبقة الأولى الموجودة في القاعة من المخلفات الزراعية المفرومة جافة يعني نواتك التقليم الأشجار أو حطب القطن أو الزرة أو السمسم وذلك للإسراع من تحللها كما أن وجودها بالقاع يسمح بحركة الهواء حول قاعدة الكومة نحو داخلها حيث تتحرك إلى أعلى مما يؤدي إلى رفع الحرارة الكومة وثم تتعاقب الطبقات بالتبادل ما بين نباتية خضراء يقصد بها عروش النباتات الخضراء وستم ذكر ذلك إن شاء الله بالتفصيل في الفيديوهات القادمة اتنين يكون التحلل جيدا عندما تكون نسبة الرطوبة في مكونات المكمورة من خمسين إلى ستين في المئة كما سبق القول في الفيديو السابق علم بأن التحلل يكون بطيئا أو لاهوائيا عندما تكون المكمورة مشبعة بالرطوبة نتيجة لملء الفراغات البينية لحبيبات الكومة وبالتالي منع دخول الأكشجين ويكون التحلل بطيئا أو يتوقف بالكلية عندما تكون المكمورة جافة وطبعا الماء المضاف يفضل أن يكون ماء ترعة وليس ماء صنبور للشرب وذلك لأن ماء الشرب يخلو تقريبا من البكتيريا المحللة وأيضا لاحتوائه على القولور ثلاثة التحكم في حجم المكمورة بحيث لا يزيد العرض عن ثلاثة متر ولا يقل عن اثنين متر والارتفاع يقع ما بين واحد ونص إلى اثنين ونص متر طبعا هذا الأمر صحيح مية في المية ولكن في حالات قد يزيد الارتفاع والعرض عن ذلك خاصة إذا كانت المخلفات النباتية عبارة عن مخلفات المصانع من مصاصة القصب وعروش العتر حيث قد توضع بدون تقطيع وذلك لتقليل التكاليف حيث أن العروش تعطي مسافات بينية واسعة تسمح بمرور الهواء بسلاسة من خلالها وإن كانت تقطيع لأجزاء كبيرة نوعا ما يسرع من القبر أربعة التقليل المستمر لتجديد الهواء ودخول الأكسوجين وخروج ساني أكسيد الكربون كما ذكر في الفيديو السابق على أن يكون مرة كل أسبوع ولكن لتقليل التكاليف قد تقلب كل 15 يوم أو شهر وصيفه بالغرط وإنقابل ذلك زيادة في مدة القمر ويتم التقليل طبعا بالوسيلة الملائمة للكمية سواء كانت بالعمل الأدوية أو تقليل بالجرار أو اللودر أو التقليل بقالة التقليل الخاصة بإنتاج الكمبوست كما تم ذكر ذلك في الفيديو السابق خمسة يتم وضع بادئ منشط بكيري عبارة عن جزء من مكمورة سابقة وغالبا بتكون الأجزاء الكبيرة الناتجة من الغربلة حيث أنه يحتوي على أهم الكائنات الحية الدقيقة الضرورية لعملية القمر أو قد يضاف سمات بلدي متحلل أو سبلة الطيور في حالة إنتاج كمبوست نباتي حيواني مع العلم أن نواتج مخلفات المصانع بشكل عام مثل مخلفات مصانع العتر أو مصاصة القصب قد لا تحتاج إلى بادئ منشط بكتيري حيث تحتوي على العديد من البكتيرية المحللة وذلك بعكس قش الأرز ونشارة الخشب ونواتج التقليم حيث يكون محتوها منخفض جدا من الكائنات الدقيقة المحللة لذا يجب إضافة البادئ لهم للإصراع من التحلق ستة يفضل إضافة بعض الأسمدة مثل نتراض الأمونيوم أو سلفات النشادر كما سبق ذكر ذلك في النقطة الأولى كما قد يضاف صوبر فوسوات الكالسيوم لرفع القيمة الغذائية للكمبوست والكابريت الزراعي لخفض درجة البي إتش كما تسرع من عملية القمر والحل أيضا بعض المشاكل التي قد تحدث كما سهل ذكر ذلك إن شاء الله في الفيديوهات القادمة نتيجة للقمر الهوائي وحدوث التحلل يحدث فقد في وزن المادة النباتية الدخلة في المقمور وتوقف هذا الفقد على محتوها من الرطوبة وغالبا الأجزاء الخضرية مثل عروش النباتات الخضراء أو مخلفات العتر مثلا قد تعطي كل 4 طن منها 1 طن من الكمبوست يعني الربع تقريبا ولكن يختلف الحال في حالة استخدام نواتج جافة مثل نشارة الخشب أو نواتج التقليم أو أحطاب القطن أو قشر الأرز حيث يعطي الاثنين طن منهم حوالي 1 طن أو طن ونصف يعني بمعنى صح إن هذا الموضوع يختلف باختلاف نسبة الرطوبة في المواد الدخلة في المقمورة كما أيضا يعود إلى التقطيع الجيد للأجزاء النباتية قبل الكمر وجودة الكمر أيضا حيث كلما كان الكمر جيدا كانت الأجزاء غير المتحللة الكبيرة التي تستبعد عند الغربلة أقل وبالتالي يعطي تصافي أعلى ويعطي المتر المكعب من الكمبوست النادق الجاف حوالي من 250 إلى 300 كيلو أما الكمبوست الرطب فيعطي حوالي من 450 إلى 750 كيلو وتوقف ذلك على نسبة الرطوبة في الكمبوست المنتج بطبيعة الحال والطرق اللي يجف أم أضيف له الماء تمانية بالنسبة للتكلفة فتتوقف على عدة أمور الأولى أسعار الخامات المستخدمة ومدى توفر هذه الخامات وذلك على حسب منطقة الانتاج اثنين تكلفة العمالة اللازمة للانتاج ثلاثة على الأسلوب المستخدم في التقليب وعدد مرات التقليب وأيضا على أنواع الغرابيل المستخدمة هذا بخلاف إيجار الأرض ومشابه وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة سنتلاول باقي النقاط خطوات إنتاج الكمبوست وطريقة بناء المصفوفة ما لا يجوز أن يستخدم ضمن مكونات المكمورة خصائص الكمبوست كامل التحلل وكيفية التعرف على نطج المكمورة غربلة الكمبوست بعض المشاكل التي تظهر بالمكمورة وكيف يتم حل هذه المشاكل الأثار السيئة لإضافة الكمبوست غير المتحلل للطربة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا